صحاب المبادئ صحاب القيم لا يتراجعوا ما يقدروش يشروهم ما يقدروش يشروهم ما يقدروش يخوفوهم ما يقدروش اللهم إلا الموت وأنا قلت لهم الحل معايا أنا شخصيا هو الموت أن تطلقوا علي الرصاص ما فيش غير ذلك أكثر من عشرين سنة وانتم تحاولوا بكل الطرق ولم تصلوا لشيء جبت كل ما تعتقدون أنه يقدر يشريني المنصب لأخر نعطلك هذه قلت لكم ركم غالطين لو كان أحبيت المنصب لو كان بقيت وين كنت كنت دبلوماسي ما كنتش في منصب بسيط أو وكان أصلا طريقي هو لنعمل في الخارج في الغالب يعني فأنتم لا تفهمون مع من هذه المعركة رأينا نتحدث على نفسي وما أنا إلا قطرة في بحر الأحرار لكن نتحدث على نفسي لأن نعرف تفاصيل الذي جرى ونخليها ربما تاريخ لأن الناس يحبوا يعرفوا بعض الأشياء لا يمكن أن تفهمون معركتنا تحسبونا حزيب هناك حزيب هنا معتوه هنا معتوه هناك تقدموا له شوي تجيبوا له باسبور واحد تعطوله لا يمكن أن تفهمون لا يمكن أن تفهمون شيء والتخويف اللي درتوه والترهيب وما زلتم الشيطان اللي ركم مشهين فيها ومدخليش حال من واحد لن تفعلوا شيء تعرفوا علاش اختصار بسيط وأؤمن بشيء عميق جدا وهو أن رأس الحكمة مخافة الله رأس الحكمة مخافة الله إذا خفت الله بحق فإنك لن تخاف أي كان لا صاحب السلطان ولا صاحب المال ولا يغريك مال ولا يغريك شهوات ولا تغريك رأس الحكمة مخافة الله إذا دخلت هذه في رأسك واقتنعت بها وأعتقدت فيها بحق تصبح ترى الأمور وترى العالم بصورة أخرى وترى النفوس على مختلفها نفوس الكبيرة أو النفوس الدليلة أو النفوس الحقيرة تراها أيضاً وبوضوح رأس الحكمة مخافة الله من خاف الله بحق لن يخاف أي شيء غيره أي إنسان غيره أي جهة غيره بحق وهذه مش بسيطة لا أزعم أني وصلت لها لأني كثير الإيمان كثير تدين لا 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 هي قناعة فأنا مسلم عادي لكن هي قناعات راسخة في الضمير العميق جداً وهذه هي الأسس التي بنيت عليها من بين الأسس الأساسية التي بنيت عليها هذه المعوكة وتستمر للأسف كلمة الذباب دخلني في نقاش آخر إذن قلت أينما اتجهوا يخطئون الآن حتى في هذه الجامعة العربية اللي يسموها كثير الناس جامعة العبرية البائسة مونش قادرين مونش قادرين تكون عندهم فيها كلمة كلمة واحدة قلنا لكم أن الطريقة اللي راكم ماشيين بها هي إيهانة مستمرة لكم للأسف من خلالكم للبلاد قلناش الأسماء والشخصيات اللي تدير البلاد تافيها وسفيها لا تعرف تدير البلاد ما يعرفوش أنتم ما متقدروش كلكم ليراكم اليوم في السلطة متقدروش تديروا دائرة واحدة تديروها بلدية ما تديروهاش بشكل صحيح ثم صراعاتكم وخصوماتكم وخلافاتكم خلاتكم أمام العالم مهزلة ما يكون الآن اللي يقدر يثيق في هذا النظام البلدان الأخرى را هي تبتز برك را هي تدير الشونتاش را هي تنهب فينا فقط لكن فيش استثمارات ولا يمكن أن تكون استثمارات في وضع مثل هذا جنيرالات يدخلوا لبعضهم بعض إلى السجون ومرت حتى إلى القبور وبعضهم مشرب وسقوط وزراء ومن يش عارف واليوم منكره هو رب المقلع كما يقول المثل وبعد غدوة تلقاه همار على التعذيب في عبلة ما فيش لا ثقة لا في الاقتصاد ولا في السياسة ولا في تجارة ما فيش هذا هو حكم العسكر المتخلف العابث لأنه لا يصلح لإدارة الحياة المدنية في أفضل حالات العسكر الجيدين جدا يديرون الثكنات والعمل العسكري هذا هو ترجمة نانسي قنقر